بدأ المزارعون في محافظة الوادي الجديد حصاد محصول القمح المنزرة على مساحة 430 ألف فدان في مناطق شرق العوينات وتشكى ومدن وقرى الفرفرة والدخلة وبحضور قيادة المحافظة والمزارعين تم بدء الحصاد في حقول قرية عدم بمدينة باريس التي شهدت حصاد محصول القمح ونجح زراعته بالنظام الرأي المطري الذي يساعد في توفير استهلاك مياه الرأي بنظام الرش بدلا من الغمر أنا أشكر طبعاً أصحاب المزارع المحترمة دي هي لسا أول سنة الزراع ولسا شكاً متعقدة معنا عاملة رأي حديث رأي مطري وبعدين زرعت أول تجربة أمح السنة دي تطبقاً لتوجهات سنة الرئيس إن احنا إن شاء الله توسع في المحاصيل الاستراتيجية فإحنا الحمد لله يمكن استهلافات عدينا المليون طن إن شاء الله سنة ما تمنى السنة دي إن شاء الله الإنتاج بتاعنا يزيد أكتر بمليون ومئتين أو مليون ومخمسين رحنا مزرعة أحد المستثمرين في قرية عدن مركز باريس على مساحة 150 فدان على الرأي المطري من المساحة دي أول مرة تزرع على مياه المطري ودي تجربة جميلة دخلني أعجب السادة المحافظ بها ممكن زرها بل كده ويمكن حتى الفدان يعني بالنسبة المستثمرين بيجي من 18 إلى 20 إرداب كمرحلة أولى يعني أعتقد إن شاء الله العام القادم هتزيد ترجمة نانسي قنقر